فيدي النهاردة يا جباب اعلمك ازاي تجيب الفاول الحر من تحت الحيط تعليمات بسيطة عاجات بسيطة هتعملها وان شاء الله هتنجح معاك الطريقة تابع معي الشرح يلا بينا نبدأ السلام عليكم ونحمد الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه يا رب انحنا بخير من الارضة ان شاء الله فيديو جديد بس قبل ان نبدأ ما تنسى اشتركوا لله وتصلى على الناب وتدقلوا خاتم ربنا انصرهم يسبب تدقلوا تقدمهم ويرحم شهدهم بازن الله لفيد النهاردة يا جماعة هنتعلم ازاي نسجيل الفاول من تحت الحيطة ان شاء الله الطريقة سهلة وتعجبكم وهتقدروا تنفزوها هتقدر تخضع فصومك بسهولة ان شاء الله وتسجيلها في المطشاط وحرفيا الطريقة مبهرة او طريقة تزيل الفاول مبهرة هتابع معي الشرح وان شاء الله هتتعلمها بسهولة ويلا بينا نبدأ لابدنا يا جماعة زي ما انتم شايفين فاول حر لا عادي خالص هنجيب له ميسي اي نسخة من ميسي عادي ولو الناحية التانية هتجيب له حد يمين بكهم اي حد برضى بيعرف الشوت الفاولات كويس زي ما انتم شوفت كده يعني هو الفاول كان كده فانت هتجيب الكاميرا كده شوية زي ما انت الصباعي هشورلك على الحتة اللي بحرك منها هتحرك السكرين شوية بعدين هتسحب من الكورة يعني اعطرلك ساعة برضى هتسحب الكورة شمال كده هتلاقي الفورة ان الكورة نزلت من ضحت الحيطة بس خوطت للأسف يعني هنحاول نجربها تاني وان شاء الله هتنجح معنا يعني طبيعيا ما تنجحش على طول زي ما انتم شايفين هنكرر نفس الخطوات التاني هتعملها كده بعدين هتسحب الكورة شمال خالص شمال الشاشة خالص تمام ان شاء الله تنجح تمام يعني نجحت معنا في تاني محولة تاني محولة حرفيا نجحت معنا تمام تاني يلا بقى تسحب الكورة يلا ان شاء الله دي جاية تمام فخبض اصف الكائن خبض اصف الكام بس اسجلناها بقى ده بحسن ان الكورة ما تروحش عند الحارس خادص بعدين هتسحب الكورة تمام دي المفروض رايح يلا يا حارسنا يا حارسنا يا حارسنا مش عارف الحارس عايز مني ايه بالزبط سيبنا يا عم نجيب قولي يا عم يا عم سيبني يلا دي دي ان شاء الله هتيجي يلا يا رب الحارس ما يطلع يا عمي تمام يعني ان شاء الله دي هتسحب هتسحب الكورة هتخلي الكورة اقصاد القائم بالزبط و هتسحب الكورة على الشماع و زي ما انتم شايفين هتيجي هدف بكل سهولة فأنت كل اللي عليك اللي هتعمله ان انت هتسحب كاميرا هتسحب الكاميرا يمين شويه زي ما هتحب الكاميرا هتعمل زي هتخلي الكورة اقصاد القائم و هتسحب الكورة الناس هتنبهر لما ت blonde عميك تسجي الثبط زي كده يعني الحرفين انت هتكون هتكون محترف محترف لأقصى درجة ان انت بتسجل فاول من تحت الحياة بزي ما انتو شفت يعني في فاولات نفعت الفاولات ما نفعتش ارجع الفيديو كويس واعدي الفيديو كزا مرة وادخل التدريب وهاتفاولات وتعود عليها وان شاء الله صعب اتتعلمها بكل سهولة لان الموضوع مش مستهل بس كده في دي النهاردة يكون خلصة شو كود يا جا كتير ان شاء الله سلام